اهلا وسهلا بكم تابعين. اتمنى كل شاهد الفيديو ده سواء كان مزارع او مستهلك او تاجر او اي حاجة يعمل لايك للفيديو ده علشان ينتشر وغيرك يعرف الكلام اللي هنقوله ده. لو فاهم تابع جديد اشترك في القناة علشان بنطلع اسعار واخبار الخضار لحظة بلحظة والفاكرة. سريعا كده علشان ما نطولش عليكم. انا جبت طماطم جماعة النهاردة وصورتها وهتشوفوها في الفيديو ده يعني اعتبر ان هي ملهاش اي لازمة. يعني بصراحة انا اتفاجئت بسعرها. والله اتفاجئت بسعر الطماطم اللي انا جبتها. يعني جبت كيلو يا جماعة تجزية كيلو بسبعة جنيه. هتشوف في الطماطم الفيديو يا جماعة. يعني هتشوفها هتقول ده ما يسواش اتنين جنيه. او او تلاتة جنيه بالكتير خالص. طيب معنى طيب معنى ان ده بسبعة جنيه. طيب فيه ارتفاع يعني في اسعار الطماطم النهاردة. ولا الاسعار زي ما هي. وده يعني يعني جشع تجار مسلا يعني بعض التجار بتبيع بسعر غالي. احنا بنقول بعض التجار مش التجار كلها بتاع التجزية. ولا ايه الحكاية بزا. احنا طبعا اه يعني منتظرينه هنطلع فيديو كامل باسعار الطماطم النهاردة. واسعار جميع انواع الخضار في سوق العبور. وهنشوف الطماطم بكم? ونشوف ازا كانت ارتفعت ولا زي ما هي. واللي حصل ده يعني ان انا اجيب كيلو طماطم بسبعة جنيه. مالوش اي لازمة. اه يعني الطماطم زي ما هي. وان فيه بعض التجار بالبيع باضعاف اضعاف الطماطم. هنشوف الفيديو يا جماعة. هتشوفو اه انا طبعا صورت الطماطم. وهتشوفوها دلوقتي. الكيلو بسبعة جنيه. نفترض يا جماعة يعني العداية طبعا فيها عشرين كيلو. يعني خلينا مثلا نقول يعني سبعة في عشرين يعني اعتبر بمية واربعين جنيه لعداية الطماطم. ولنفترض ان هو مثلا التاجر هياخد مثلا في العداية عشرين جنيه او تلاتين او اربعين جنيه. يعني اعتبر ان كده العداية جماعة يعني مثلا في حدود مية وعشرين مية وثلاتين جنيه. وكمان يكون العديات النظيفة. انما الطماطم اللي هتشوفوها اهي جاية هتشوفها دلوقتي. يعني المفروض العديات متعملهاش تلاتين اربعين جنيه. لو بالمنظر ده يعني. هتشوف الطماطم يا جماعة. اهي يا جماعة. يعني الشمس اساسا ضرباء. والطماطم مش اللي هي طبعا زي ما انت شايف. شايفين ده الكيلو من دي بسبعة جنيه. كيلو الطماطم ده يا جماعة بسبعة جنيه. يعني اعتبر ان الكيلو ربع بعشرة جنيه. او كيلو نص تقريبا بعشرة جنيه.